في الفيديو ده هقولك ازاي تعمل بديل للنوتيلا بطرقتين حسب امكانياتك وحسب المكونات المتوفرة عندك كمان هقولك ازاي تخليها نعمة وقوامها حلو وتقيل زي اي شوكولاتة سبريت بتشتريها من برا ممكن نستخدمها في حشو الطرط في تزيين الطرط من برا في الكريب كمان ممكن نعملها صص نزين باي حلويات تحبوها يلا بينا ندخل على اول طريقة مكوناتها كالتالي محتاجة مية وسبعين جرام من الشوكولاتة والبار ده عبارة عن متين هشيل منه جزء والجزء ده هيبقى مية وسبعين هقطعوا قطع صغيرة لان انا محتاج ان انا سياحوا على النار الاول هقطعوا طبعا كل ما كانت القطع صغيرة كل ما كان اسهل ان انت تسياحي كمان انا استخدمت اللي هي شوكولاتة بالحليب لاني بيبقى طعمها احلى نحطها في بولة وحطة مية على النار علشان تغلي ولما المية تغلي هرفع البولة عليها شوية كده واطف النار اهم حاجة تكون البولة كبيرة علشان ما يدخلش مية جواها دي حاجة الحاجة التانية ان البولة نفسها ما تكونش ملامسة المية المغلية هقعد اقلب كده كل شوية وانا طبعا طفط النار هقلب لغاية لما تسيح زي ما انتو شايفين سهلة جدا بس اهم حاجة ما تلمسش المية البولة دي علشان خاطر الشوكولاتة ما تتحرقش بعد ما خلصت السيح معانا خالص هسيبها بقى على جنب تبرد وابدأ في باقي التحضيرات عندي سبعين جرام من البندق عبارة عن نص كوباية عندي كمان سكر بودر معلقة حوالي 12 جرام وعندي كمان 4 جرام من الكاكاو هحط البندق الاول احمصه على النار اهد النار عليه قوي ممكن ادخله الفورن على صينية ممكن لو عندك ايرفراير مثلا يعني يتسخنيه فيه هيتحمص بس شوية عشان تقدر يتقشريه وكمان علشان انا محتاجه يكون سخن كده خلاص انا مهدي عليه النار اهو علشان ما يتحرقش وخلاص لما سخن هبدأ ان انا اقشره ممكن تفروكي بيديكي او تفروكي بفوطة زي ما انا عملت كده وبعدين نبدأ ننقل البندق اللي هو اتقشر مفيش مشكلة خلص لو كم حبة كده القشرة متشالش من عليها احيان تلاقي الحباية القشرة لازق عليها مفيش اي مشكلة مطحنة الخلاط بقى وتكون مطحنة صغيرة علشان تبدأ تفرم البندق كويس ويكون البندق سخت انا حطته في مطحنة البهارات دي هبدأ ان انا اطحنها دي اول مرة طبعا عامل زي الرابن المبدول لسه بقى مش عايزة يكون محبب كده خالص دي تاني مرة ها طبعا نحركه كده بسباتيول او معلقة وحطه كمان معلقة زيت معلقة الزيت دي هتسهل ان هو يتطحن قوي ويتفرم ويتهرس كمان يعني هيبقى ناعم خالص وهتلاقوه طلع زيت بالشكل ده ممكن كمان ازود عليه شوية بحيس ان هو هيبقى ناعم اوي بس انه طبعا لسه هحط عليه باقي المكونات وهضربه كمان في الكبه فحيينعم زيادة هحطه في الكبه وباقي المكونات عندي اللي هي معلقة السكر اتناشة جرام سكر بودر واهم حاجة في السكر ان يكون مطحون كويس قوي دي حاجة الحاجة التانية يكون كمان ايه منخول لو هو سكر بودر جاهز هيبقى احلى بكتير طبعا وهيبقى اسهل ومش هتلاقي اي اثر للسكر هنا حطيت البندق كمان هحط الشوكولاتة بعد ما بردت هحط معلقة السكر البودر واحط كمان معلقة صغيرة من الكاكاو هنحطها كاكاو غامق هو الاحسن يكون كاكاو لونه فاتح هيبقى حلو فهنا حطيت معلقة اتحط معلقة اربعة جرامل ولو اتزودي شوية مفيش مشكلة هنحط كمان رشة ملح ونحط فانيليا سيلة بس ما كانش عندي فحطيت فانيليا عادية هنضرب الكبه وبعدين هنزود تاني نفضل نضرب فيها لغاية لما تبقى نعمة خاطر ازا احتاج ان انت تزودي معلقة صغيرة من الزيت مفيش مشكلة كده خلاص وبقى نعم معي لو هي مطحنة البهرات كبيرة شوية عندك بيجيبقى مفيش دع للكبه كميلي في المطحنة عادي خالص لسه عشان اللي حطيتها في المطحنة اصغر كمان شوية فما كانش هيكفي ان انا اعمل فيها كده خلاص والقاوم بتاعها حلوة اوي زي ما انتم شايفين وكمان لسه لما تقعد شوية للرخامة هتلاقوا القاوم احلى كمان مع ان هي لسه مضروبة دلوقتي بس قاومها حلو وطعمها حلو كمان علشان البندو اهم حاجة نختار كاكاو يكون طعمه حلو ده اهم حاجة لان الكاكاو لو نوعه مش كويس هتلاقوا الطعم مش قد كده يعني مش هيبقى مستحب اوي فاهم حاجة تنققوا كاكاو يكون حلو وكمان ممكن يكون لونه فاتح علشان خاطر الشوكولاتة نفسها تبقى لونها فاتح شبه النوتيلة هنحطها في البرتمان ونسيبها بقى على الرخامة المفروض ان انا كنت اعمل الكمية الاصلية اه ضعف الكمية دي بس انا لقيت ان انا عندي الشوكولاتة الاقل بالشوكولاتة ده بس كنت محتاجة كمان واحد زيه فعلشان كده لما ما لقيتش غيره فقلت بقى ان انا اقل الكمية فاستخدمت السبعين جرام من البندق بدل مية واربعين نيجي بقى للطريقة التانية الطريقة معروفة كتير عندي اول حاجة كوباية من الحليب تاني حاجة كوباية من السكر البودر طبعا مش شرط ان انا كنت احنا اولا ان هو كده كده هيدوب في اللبن كوباية من الحليب البودر اي نوع عندك نص كوباية من الكاكاو ويكون كاكاو برضو صعامه حلو عندك كمان اللي هديني طعم البندق اه عندي كابيتوشين بندق او ممكن اصنص بندق ده بتجيبه من المحلات مستلزمات الحلوان الخليط ده كله هعمله في الخلط واضربه لغاية لما اينا عم خالص والسكر يدوب الكاكاو انت ممكن تستخدمه برضو كاكاو فاتح ممكن كاكاو خام او كاكاو بالسكر بعد كده هضيف نص كوباية الزيت بالتدريج والخلط شغال لغاية لما لقي الخليط عندي بقى تقيل لما يتقل يبقى كده تعمل نص كوباية كويس اوي لو لقيت لسه محتاج او الخليط مش تقيل كفاية ممكن تزودي كمان معلقتين بس هو كده كده لما انت تسيبيه شوية هتلاقيه يتقل يعني دلوقتي هتلاقيه كده خفيف شوية وعمل زي الصوس ولكن لو بيت بقى بره عالرخامة او حتى في التلاجة هتلاقي قوام متقيل جدا. ممكن تستخدميه هو بالقوام ده لو انت عاوزة تعملي منه ترب على الترطة لو انت عاوزة تزيني به سينابون او تزيني به كريب يبقى عمليه بالقوام ده. طب لو هو تقيل بقى وانت عاوزة تخفيه وتخليه بالشكل ده لما يتقل كده تحطيه في التلاجة وتلاقيه تقيل وتحب ان انت تخليه آآ قوام مسايح كده تحطيه برضو على حمام مية سخنة وهتلاقيه خف بالشكل ده. تداري كمان تضرابي به الكريم شنطي لو انت عاوزة تعملي كريمة بالشوكولاتة بحشو شوكولاتة تحطيها تضيفيه على الكريم شنطي هاديكي طعم حلو عوي وبكده نكون عملنا طرقتين كبديل للنوتلا مش هقولكو طرق اقتصادية لان هي دلوقتي مش اقتصادية كانت زمان اقتصادية خصوصا اللي هي مش بالبندق اللي هي بتعم البندق بس كانت بتبقى كمية كبيرة واقتصادية فعلا لكن هي في النهاية ان هي بديل بقى تداري تعملي حسب الامكانيات والمكونات اللي موجودة عندك اي طريقة من الاتنين ده قوام الطريقة التانية لما حطيتها في التلاجة زي ما انتو شايفين تقيلة جدا تخفي فيها ازاي تحطيها على حمام مية هتخفي وتركع بقوامها الاولاني كأنك لسه عاملها وبكده خلاصنا الفيديو بتاعنا وخلصنا الوصفة يارب بتكون عجبتكو ولو عجبتكو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسابسكرايب وفعلوا جرس التنبيه واشوفكو على خير بازن الله في وصفة جديدة وفيديو جديد باي باي اشتركوا في القناة